بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي طلباء السلام عليكم نواصل مع الوحدة الرابعة الدرس الرابع تحولات حمض أساس في هذا الفيديو الثالث والعشرين راح نواصل مع الجزء الثاني أي با ثوابت الحموضة كا و بي كا يعني نقصد به ثوابت الحموضة كا و بي كا لثنائية أساس حمضها وثنائية عفوا الحمض أساس حمض أساس هذا الحمض وهذا الأساس constant dacidity dans couple acid base إذن لتكون لدينا معادلة تفاعل الحمض أشأ لدينا الحمض أشأها هو أشأ أكو زائد الماء أشتزو لكيد تطينا شريدة الهيدرونيوم أشتر و أو بلوس أكو زائد الأساس أمو أكو يعني هنا وش عندنا عندنا هذا هذا الحمض وهذا الأساس وكنا تعرفنا فيما سابق على ثابت التوازن إذن هذا ثابت التوازن كا اللي كنا رمزنا له با كا الموافق لمعادلة تفاعلية أمامك يسمى أيضا ثابت الحموضة هذا ثابت التوازن ثاني نسميه ماذا بثابت الحموضة ونرمز له بكا كا كونستانت دا سيدي ثابت الحموضة للثنائية للثنائية أش أ هذه الحموضة أساس هاي إذن هو ماذا هذا الثابت هو ثابت يميز هذه الثنائية وهو يعطى لنا بالعلاقة التالية كا يساوي كا يعني ثابت الحموضة يساوي ثابت التوازن اللي نزلو بكا يساوي تركيز النهائي لشاردة الهيدرونيوم مضروب في الأساس تركيز الأساس النهائي على تركيز الحمض النهائي وهذا كطلب ثابت الحموضة لا يتعلق إلا بدرجة الحرارة وطبيعة الحمض نعود لا يتعلق إلا بدرجة الحرارة وطبيعة الحمض وهو يتزايد مع تزايد القوة الحمضية وكما نعرف ثابت بيكا للثنائية حمض أساس كالتالي بيكا هذا بيكا ما نسميه بدليل ثابت الحموضة دليل ثابت الحموضة دليل ثابت الحموضة يعني بيكا يسوي ناقص لوج كا هذا يعني أن كا يسوي عصر هو ناقص بيكا هذا هذا يسهل التعبير والمقارنة بين حمضين أو أساسين ضعيفين يعني من خلاله نقدر نقارن بين حمضين أو أساسين ضعيفين وكذلك هذه ثابت الحموضة تمكننا من مقارنة قوة الأحمض فيما بينها كذلك قوة الأسس فيما بينها وكلما كان هذا ثابت الحموضة أكبر كلما كان البيكا أصغر تعالوا نكتب هذا لكي لا ننسب هذا أي كلما كان كلما كان هذه مهمة كلما كان ثابت الحموضة أي كا أكبر كان البيكا أصغر كان البيكا أ كان أصغر إذن نعود كلما كان كا أكبر كان البيكا أصغر يعني الحموضة يكون أقوى والأساس يكون أضعف فكان الحموضة أقوى والأساس أساس أضعف صح أما أما إذا كان البيكا أصغر يعني العكس واش قلنا كان البيكا أكبر يعني هنا وش يبقى يعني هنا يقول عندنا أساس العكس هنا يقول عندنا أساس أقوى وحمض الضعف فكان أساس أقول الآن من أحسن نكتبه فكان الأساس أقوى فكان الأساس أقوى والحمض أضعف والحمض أضعف الآن نقوم بالتعبير عن البيكاش بدلالة البيكا كنا شفنا باللي البيكا تساوي ماذا تساوي ناقس لغ كا أ أي تساوي كا واش قلنا واش تساوي ها هي واش تساوي كا أ تساوي هذا العبارة كامل يعني نعوض كا بالعبارة هذه كا نعوضها بالعبارة أي تساوي ناقس لغ أش أي تركيز شريدة الهيدرونيوم أشطر و أو بلوس في نال في تركيز الأساس في نال على التركيز تا الحمض أش في نال صح عوضنا برقيمة هذه في مكان كا أ اللي هنا بالنسبة للوق لاحظ نقدر نكتب هذا العبارة كي شو لنقول لكم مثلا ناقس لوق لوق A في B على C هذه نقدر نكتبها ناقس لوق ناقس لوق A في B على C نقدر نكتبها بهذه الطريقة صح يعني نقدر نكتبها على الشكل هذه أي تساوي ناقس لوق تركيز تع H طروة أو بلوس في التركيز تع الأساس في نال على الحمض في نال صح يعني ناقس لوق حاجة مضربة في حاجة وكنا في الدرس تع لوق في الفيديو تع لوق كنا قلنا من خواص لوق لما نقول لوق A في B لوق AB يساوي ماذا يساوي لوق A زائد لوق B صح هذه قلنا في الخواص لوق صح إذن هنا كيف كيف عندنا ناقس لوق A في B هذه إذن واش تولينا ناقس لوق A في B تولينا تساوي ناقس لوق تركيز تعشاردة الهيدرونيوم في ناقس لأنه زائد لوق B إذن هنا لدينا ناقس أن الناقس هذا يدخل عليه إذن تولينا ناقس لوق آم وفي نال على الحمض في نال تركيز صح كنت تبعيني لحد الآن رأنا خطوة بخطوة صح نحن هذه واش تفكركم هذه العبارة ناقس لوق التركيز تعشاردة الهيدرونيوم واش ذكركم هذه كنا شفنا باللي pH يساوي ناقس لوق شريدة الهيدرونيوم أسطر و أو بلوس ناشفنا سابقا في الدرس إذن نعوض هذه ب أي تساوي أو عوض نكتب pk بمتخلط الهيدرونيوم pk تساوي pH يعني هذه العبارة هي pH ناقس لوق A و F على H A F صح إذن مدام pk يساوي pH ناقس لوق يعني الأساس فينال التركيز تعال الأساس فينال على التركيز تعال الحمض فينال إذن pH واش يساوي pH واش يساوي لو جينا كتبنا pH إذن pH pH يساوي ال pk يعني من هذه يبدأ الـ pH يساوي pk زائد زائد لماذا لأن pk يساوي pH ناقس هذه إذن pH يساوي pk زائد log ماذا log التركيز تع الأساس فينال على التركيز تع الحمض فينال ها هو إذن هذه قيمة الـ pH هاي لاحظوا معي الجدول هذا لدينا ثنائية أساس حمض pH يساوي ناقس log أساس و أو بلس كما قمنا يعني هذا الجدول الذي أريد لكم كامل و كما قمنا يعني كما تركيز تع شادي تريد أن يوم مضرب في الأساس الذي هو لباز على تركيز لسيد الحمض أو كما شفنا pH يساوي pk زائد log الأساس على الحمض على لسيد لاحظ المخطط تتعال pH يساوي ناقس log أسطر أو بلس لاحظ هنا محتادل pk يساوي ناقس log k a a pk في الوسط في الجهة اليوم الهنة لون الأزرق الأساس أكثر من الحمض يعني هنا الأساس هو المتغلب يعني هو أكثر من الحمض يعني قد نكتب هنا هو a هو المتغلب تركيز تع الأساس a هكذا هو لأكثر من ماذا من الأشعة تركيز تع الأشعة أما هنا ونخضر العكس هنا الحمض الأساس الحمض هو لمتغلب وهذا ما سنراه في مباد إن شاء الله في نفس الفيديو أو الفيديو اللي حق يعني تقدر هذا الدرس تلخصه في هذا الجدول الذي درته هنا يعني ويكون الدرس مفهوم جيد جدا لنرى الآن بعض الأمثلة مثلا عندنا ثابت الحموضة لثنائية ثابت الحموضة للثنائية مثلا الثنائية عندنا C-H تلخصه لتعودنا عليها C-H CO2 H أو COOH حمض الإثان ويك و C-H اللي هو الحمض وعند أساس C-H CO2 موا أو COO موا هذا عند درجة حرارة 25 درجة مئوية يعني نأخذ هذا المثل صح وكنا شفنا يعني هذا الثنائية من نجبدناها من الفيديوهات السابقة من إنحلال حمض الإثان ويك في الماء يعني وفق المعادلة كيميائية اللي كنا تعودنا على هذا شفنا الشعال من مرة يعني C-H CO2 H اللي هو AQ زائد الماء H2O اللي هو اللي هو اللي كيد C-L تعطينا شريدة الإثان وات C-H CO2 موا AQ زائد شريدة الهيدرونيوم أسطر وأو أك صح إذن لو جينا حسبنا ثابت الحموضة ثابت الحموضة كما شفنا ذلك في الدرس وشقنا قلنا إذن أن ثابت الحموضة K A يساوي K اللي هو ثابت التوازن يساوي شريدة الهيدرونيوم تركيز أسطر وأو أك أك فينال مضرب في تركيز تاع الأساس اللي هو CH3 CO2 موا فينال على التركيز تاع الحموض اللي هو CH3 CO2 H هكذا هكذا إذن إذن إحنا لو أعطونا مثلا أن K A ثابت الحموضة لثنائية هذه يساوي 1.78 في 10 قوة ناقص 5 وبدون وحدة وحدة إذن لو طلبوا من حساب PKA دليل PKA وإيش يساوي يساوي ناقص LOG K A ناقص LOG K A إذن يساوي ناقص LOG 1.78 في 10 قوة ناقص 5 يعني يساوي 5 LOG 1.78 إذن شعر يساوي في الحاسيبة يساوي 4.75 إما تدير في الحاسيبة ناقص LOG وتكتب في الحاسيبة هذا بن قوسين أو LOG 10 قوة ناقص 5 هو ناقص 5 مع ناقص 5 إذن هذه نقدر نكتب ها 5 LOG 1.78 بش تحسب ها بكل سهولة في الحاسيبة هذا مثال أول لنرى مثال آخر مثلا ثابت الحموضة ثابت الحموضة لثونائية مثلا NH4 يعني شديدة الأمونيوم NH4 بلوس مع NH ضربة الغاز النشادر الذي يسميه الأمونيك عند درجة 25 درجة مئوية صحيح إذن لو جينا نكتبه يعني إنحلال النشادر في الماء المعادلة يعني النشادر ينحل في الماء وفق المعادلة الكيمية هذه يعني NH3 plus H2O تطينا ماذا تطينا NH4 plus plus H3O plus يعني هذه إنحلال هذه معادلة هذه إنحلال النشادر في الماء يعني إنحلال النشادر الأمونيك في الماء كذلك عندنا معادلة أخرى تفاعل شريدة الأمونيك مع الماء تفاعل NH4 plus مع الماء لاحظ هذا المعادلة في الاتجاه المعاكس هذا المكان يعني لاحظ هاي NH4 plus NH4 أفونا 4 plus plus H2O plus H2O واش تطينا NH2O H2O معادلتين معادلتين للزود سواء في الحلال النشادر في الماء أو في تفاعل شريدة الأمونيك الأمونيوم عفوا في الماء هنا الثنائية المتداخلتين أي الثنائيتان المتداخلتين المتداخلتين شكونا هما هي الثنائية الأولى التي كتبناها اللي هي NH4 plus ومعا NH4 وحمض أساس و الثنائية أسطر و أبليش و ال أسطر لاحظ يعني هنا لاحظ أن الماء هنا روي العب ماذا دور الأساس الماء روي العب دور الأساس إذن هاتين الثنائيتين هما اللي الدخل إذن لو جينا درنا حسبنا ثابت الحموضة يعني K A يساوي ثابت التوازن يساوي تركيز تحشاردة الهيدرونيوم أشطر و و فنال نضرب في التركيز تحشاردة الهيدرونيوم أشطر و لأنه هو الأساس فنال على التركيز تحشاردة الأمونيوم NH4 plus فنال يعني لو مدونا K A ثابت الحموضة يساوي 5.6 في عشرة لقد سابق أعزائي الطلبة وهضرنا على الماء الماء وقلنا أنه لمرات أنصيبه الماء في الثنائية أساس الثنائية هذه الماء أساس ومرات أنصيبه هو الحموض كما في الثنائية هذه صح أنتبه يعني نبدأ بالحالة الأولى يعني حالة الثنائية وين يكون الماء أساس يعني H O plus H دوز نبدأ بهذا الحال هنا معادلة التفاعل هي كتالي يعني H O plus زائد H دوز تعطينا H O plus زائد H دوز هنا ها هو الأسيد اللي هو الحموض وهي لاباز اللي هي الأساس صح هاكم تبعين إذن لو جينا حسبنا الكاء ثابت الحموض يساوي ماذا يساوي شاردة الهيدرونيوم اللي هي أسطر و و plus في نار مضربة في الأساس اللي هو الماء ها يجب أن تشوف تبع المعادلة على التركيز تا الحموض اللي هو هذا لأنه هذه تركيز هذا يا هذه ها شاردة الهيدرونيوم ها مضربة يعني النواة هذه مضربة النتيجة في هذه على الحموض اللي هو أسطر و و plus في نار هذه تروح ماء هذه واشتسبح لنا تسبح لنا تساوي يعني ثابت الحموض بالنسبة للماء في الحالة هذه في حالة الماء يكون على شكل أساس يساوي ماذا يساوي تركيز ماء ه دوزو في نار يعني ه دوزو في نار التركيز تاوي يساوي طوالنا 55.35 مول على اللتر ها إذن مدام ثابت الحموض يساوي التركيز إذن نقدر نقول أن ك هو كذلك يساوي 55.35 انتبه بدون وحدة ها هناك هناك الوحدة يساوي إذن نكتب العدد وليس الوحدة ومنه ال PKA PKA واش تساوي تساوي ناقص لوق الكا اللي هو 55.35 أي تساوي ها ساعتنا في الحاسيبة ناقص ناقص 1.74 أنا لنفعل بورسك نسجل نحصل في الحاسي بونس باش ما نضيع الوقت الآن لاحظوا في الحالة هذه ال PKA شوف ال PKA نشوف الآن في الحالة الثنائية الثانية يعني حالة حالة الثنائية الثنائية أش دوزو أش يعني في الحالة وين يكون الماء حمز إذن هذه تكون وفق المعادلة التالية أش دوزو زائد أش دوزو يعني حمز لاحظ الثنائية اللولة الحمز زائد الماء دائما زائد الماء هنا ثاني الماء زائد الماء لأن هنا الحمز هو الماء زائد الماء يساوي ماذا يساوي أش طروا وبلوس زائد الأساس وهو أش مو إذن هنا الماء هو هذا الأسيد الحمز وهنا لباز لواء الأساس صح هنا أنتبه معي مليح يعني هنا لو جينا اكتبنا الثابت الحموضة كأ يساوي ماذا يساوي التركيز تا شريدة الهيدرونيوم أش أو بلوس فينال مضروب في التركيز تا الأساس أو أش مو فينال صح علاما على التركيز تا الحمز اللي هو أش دو زو فينال صح هذا هو شن هو هذا وش يفكرك هذا يفكرك في ماذا في الجوداء الشارد كأ فكرنا في الجوداء الشارد إذن وش يساوي يساوي كأ أ على التركيز أنا ما أحتاج أن أختزل ها أش دو زو فينال إذن أنتبه الجوداء الشارد كأ تعلم كنا شفنا أن نادرنا من قبل أنه كأ يساوي عصر هو ناقص 14 إذا كنت تشفاه عليها صح والتركيز شارد تعلم ما أعطوه أنه في الحالة الأولى أعطوه أنه يساوي ها والراه ها هو يساوي 55.35 مول على الليتر إذن هنا في الحالة هذه كأ نبدل اللون قلم كأ يساوي 10 قوة ناقص 17 على التركيز بتاع الماء ها أعطوه في نال أي يساوي 55.35 ومن وش عال وجدنا وجدنا 1.8 في 10 قوة ناقص 16 إذن البيكاء يساوي ناقص لوغ 1.8 في 10 قوة ناقص 16 إذن يساوي 16 لوغ 1.8 إذن يساوي 15.74 لنرى الآن مثال آخر في حالة حمضة قوي حالة حمضة قوي صح أنتبه حالة حمضة قوي تكون المعادلة كالتالي أي حمضة 1 زائد H دوزو تعطينا ماذا تعطينا H طروة O بلوس زائد أساس 1 يعني جنرال مو بصيفة عامة ها هي المعادلة في حالة حمض قوي صح يعني وكنا قلنا أن K في الحالة هذه ثابت الحمضة تكون كبير يكون كبير وقلنا باللي كيكون K كبير P K يكون صغير ها يعني قلنا غير نضرك شوية صح ندو مثال مثلا لو جيت قتلك H E صح H E حمضة اليود زائد H هذا اليود H دوس تطعنا H طروة O بلوس زائد E مو يعني الحمض هو H E والأساس هو E يعني H E هو حمض قوي صح لو قتلك أعطينا مثلا K A ثابت حموضة أش E 10 قوة 10 إذن P K يساوي ماذا يساوي ناقص لو 10 قوة 10 10 قوة ماذا 10 صح إذن يساوي ناقص 10 automatic ناقص ورا ناقص لأن لو 10 قوة 10 يساوي 10 إذن ناقص ناقص ماذا 10 شوف شوف يساوي K A كبير P K A صغير صح ندو مثال آخر تكون لدينا المعادلة التالية H C زائد حمض كلور زائد H دوزو تعطينا H ضروة أو بلوس لأن هذا كذلك حمض قوي زائد C آخر 1 K K تعطي حمض ثابت الحموض يساوي 10 قوة 7 لاحظ هذا أقوى منه إذن P K يساوي ماذا يساوي ناقص Log 10 قوة 7 أي يساوي ناقص 7 لاحظ 10 قوة 7 ناقص 7 ثاني لو أعطيتكم المعادلة الثانية H N O كذلك حمض قوي زائد H دوزو يعطينا H ضروة أو بلوس زائد N أو ضروة مو لأن H هو اللي راح مع H دوزو صح أي ثابت الحموض يساوي 10 قوة 2 لاحظ هنا جايبها بل اللي عنده ثابت الحموض أكثر الأش أ بعد يجي تحت الأش سيال وبعد الأش N أو طروة يعني هنا P K A يساوي ناقص Log 10 قوة 2 ومن هو يساوي ناقص 2 نأتي الآن ونطيكم حالة مثال على حالة حموض ضعيف صح يعني سيكون وفق المعادلة التالية حموض 2 زائد S 2 زائد الأس 2 يعني هنا في حالة الحموض الضعيف يكون K A يكون صغير يكون ماذا يكون صغير وال P K A يكون كبر لنرى أمثلة مثلا الاسد بنزوية حموض الbenزوية C6H5COOH زائد الماء الـ H2O بانسور ما كان ندير لك الـ AQ كذا ما نضيع وشال وقت زائد أيت نطينا C6H5COO موان زائد الأسطر و أوبوس هذه تديرها من ولا من سي نفس الش صح هذا حمض البنزوية أو نسميه بالفرنسي أسيد بن زوية حمض البنزوية صح إذا أعطوا النقاء تابع ثابت الحموض يساوي 6 فاصل 3 في 10 قوة ناقص 4 إذن الـ PKA تساوي ماذا تساوي ناقص لوق ناقص لوق 6 فاصل 3 في عسر قوة ناقص 4 إذن تساوي 4 لوق 6 فاصل 3 ومن تساوي 3 فاصل 20 تساوي 3 فاصل 20 لاحظ الـ K-A صغير الـ K-A كبير الـ K-A تكون صغير الـ K-A كبير لنرى مثال آخر مثال آخر مثلا عندنا هذا الحموض ضعيف هذا ضعيف عندنا الـ H-N-O-2 الـ H-N-O-2 هذا بما يسمى بلعصيد نيترو الحموض النيتريك acide acide نيترو هاك فاش ينكتب صح إذن زائد الماء وش يأتينا يأتينا 1 O-2 موان لأن الـ H هي اللي راحت زائد شاردة الهيدرونيوم أسطر و O- بلوس أي أعطونا K-A تساوي 5 في 10 و نقص 4 إذن الـ P-K-A تساوي ناقص log 5 في 10 و نقص 4 أي تساوي 5 log 5 إذن تساوي 3 فاصل 30 ها تساوي 4 log 5 كذلك عندنا مثال آخر حمض آخر ضعيف وهو حمض الميطانويك هذا كامل تلاقينا بهم H COOH حمض الميطانويك أو بما يسمى أسيد أسيد ميطانويك ميطانويك صح زائد الماء زائد H2 صح وسط تطعينا H COO زائد H طو O دائما لاحظة تقريب كيف كيف لو ما أعطونا K-A تساوي 1.8 في 10 قوة ناقص الأربعة إذن P-K-A P-K-A تساوي ناقص لو عفوا ناقص لو ناقص لو 1.8 في 10 قوة ناقص أربعة يعني تساوي لو أربعة لو 1.8 ساعة تعتني هنا تعتني 3.75 3.75 مثلا من أحماض الضعيفة التي تلاقينا بها بزاف وحمض الإثانويك وهو CH طروا COOH أو CO2H زائد H2 تعطينا ماذا CH طروا COO زائد H طروا O ثابت الحموضة يساوي 1.78 إذن ال P-K-A عفوا ثابت الحموضة يساوي 1.78 في حصر هو ناقص خمسة إذن P-K-A يساوي ناقص لو 1.78 في 10 قوة ناقص خمسة يعني يساوي 5 لو 1.78 إذن تعطينا ماذا 4.75 4.75 و عندنا المثال الأخير كنا كذلك شفناه ثاني على الحمض الضعيف وهو NH4 Plus شريدة الأمونيوم زائد الماء هذا كنا شفناه كذلك تطعينا النشادر الآن الآن أشطر و أمونيوم زائد الأشطر و Plus يعني هذه كنا قلنا بالك A تح ثبت الحموض يساوي 5.6 في عصر قوة ناقص عصر ومنه P-K-A يساوي كنا شفناها 9.25 وأخيرا الجدول هذا لخصرنا كامل وشقنا ذركة يعني لاحظ قوة الحمض حمض قوي حمض ضعيف معادل هنا عندنا بالنسبة لثنائيات الماء لرمب الأخضر هذه عندما في الحالة وين يكون الماء أساس وهنا في الحالة وين يكون الماء حمض لاحظ بالنسبة الحمض القوي عندنا H-C-L و H-O طروة اللي هو الحمض الأساس المرافق C-L-O طروة مواء كاة تحمل وشتوسوي والP-K-A وشتوسوي يعني هذا الجدول هذا كامل عندنا H-S-O-K مواء ما درناش والS-O-K دمواء ها هو الكاة التيعه ثبت الحموض والدليل أي P-K-A تدير بوز وشوف مليح للجدول يعني يعطينا الجدول بعض الأمثلة عند درجة 25 درجة مئوية أعزائي طلبها إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو القائم راح نتعرف على مجالات تغلب الصفة الحمضية أو الأساسية لثنائية يعني ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر